رغم التداول العالمي والانتشار للعملات المشفرة أو ما يسمى بالرقمية تظل هذه العملات دون إطار واضح ينظم آلية الأساس الذي ارتكزت عليه هذه العملات الأمر الذي يجعلها لا تخرج من دائرة المخاطرة والمغامرة لا نستطيع أن نقول هي عملة لأن العملة معروفة تصدر من بنك مركزي ولها اعتباراتها ولها أصول مقابل هذه العملة لكن لا توجد أي مسألة مرتبطة بما يسمى بالبيتكوينز والأمور الأخرى المشابهة لها بما يسمى افتراضا العملات المشفرة هذه كلها أدوات رأت أو استوعبت أن هناك سيولة كبيرة دفعت بأرقام الطلبات إلى أرقام خيالية وبالتالي وجدت متنفس إلى أن ترتفع بأسعار خيالية 40 ألف و60 ألف وهكذا من المستويات السعرية بعد أن كانت أقل من دولار ورغم المكاسب التي حققها المستثمرون في هذه العملات الرقمية وخاصة عند انطلاقتها وانتشارها قبل سنوات إلا أن أليات الصعود والهبوط بالأسعار تبقى حذرة رغم أنها واقع فرض نفسه هذا البناء المراكز هذه أو العمل هذه الفقاعة سنسميها هل هم الشركات التي نسمع عنها الكبيرة هذه اللي لها أسماء كبيرة وثقيلة بالسوق أنا طبعا أقول هم بالتأكيد وراءها لأنهم يكون ملكية عالية فيها وعندهم استثمارات عالية فيها لكن اللي لم يفسخوا عنها كم رأس مالهم اللي دخلوا فيه بداية هذا الأمر هل هو مليون دولار هل هو مليونين دولار الآن هو طلع مليارات أصلا رأس مال انتهى قيمة الدفترية أصبحت يمكن مو بالماينس لا بالماينس بالألاف فبالتالي أي خسارة بالنسبة لهم أو ارتدادة لهذه الأسواق أو أي تراجعة أنا أعتقد الخاسر الأكبر هو المستثمر البسيط عملات لا تراها بعينك ولا تلمسها بيدك تمثل واقعا افتراضيا لكنها تحقق المكاسب والخسائر يبقى عنوانها الأبرز مستقبل غامض يحتمل كل شيء لتبزون المجلس رياض العبادي